من أكتر الأدعية اللي بحس إن هي بتجبر بخاطر الواحد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيف أصلح لي شأني كلهم ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين صلح كل حاجة أنت بأيديك يا رب وما تخلنيش أعتمد على قوتي وفاهمي وعقلي وأنسى الاعتماد عليك يعني حسن تكرار الدعاء ده بيحسس الإنسان بالسند من ربنا وده السر الأكبر لجبر الخاطر والشعور بالطمأنينة سلام عليكم وعملين إيه يا رب يكونوا بخير النهاردة بإذن الله تنظيفات العيد بقى القوية هنخسل كده إيه وحدة كده من المطبخ بصوا زمانتوا شايفين بقى كركبة وبهدلة مش عايزة أقول لكم طبعا كل مطبخ معارض أنه هو يبهدل وخصوصا أنه هو بقى معارض للدهون وطبعا يعني هنا بقى حتى الخزين في الدرج دو تحت الرخام على طول على طول من يبهدل الحلل الحاجات اللي أنا بستعملها يوميا فهتضيب بقى الحلل وكل حاجة هنخسلها مع بعض وكمان هننظف التلاجة روتين قوي كده يعني يا رب بإذن الله يعجبكم وهقول لكم كمان لما يعني بعمل كده تنظيف قوي أو تنظيف عميق كده وفيه تعب شوية مش بعمل الأكل بصراحة اليوم دوت هقول لكم كمان على الأفكار حلوة قوي بإذن الله تنفذوها وتنفعكم كده وتشجعكم بإذن الله كل سنة ومتطيبين وبخير جميعا طبعا من المناسبة كروب عيد الأطحى خلاص كده معاتش يعني فاضل للغير أيام وليلة جدا يعني قوم بقى كده ونتنشط وكل واحدة كسلانة خلاص بقى ما فيش وقت للدرع ولا للكسل قومي بقى كده وتشجعي الصبح بدري شغلي القرآن واستعيزي كده بالله من الشيطان الرجيم وقومي بقى كده إيه هقولك على يعني حاجة حلوة قوي أنا ماشي عليها وبعملها بقوم كده بدري بعد ما كنت كسلانة وبصحى الظهر وبصوا ما عنديش وقت خالص اللهم لك الحمد ولك الشكر بعد ما عملتها بقيت أصحى الواحد كده الساعة 8 الصبح كإني منبه وزبطاه كده وبقوم أعمل حاجات كتير وبخلص وبنجز اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب العالمين تعالوا بقى أقولك يعني يعني أعمل إيه كده بس الحاجة يعني أكتر حاجة أنا بستعملها في المطبخ لأول أقولكو عليها الكولور السايب والصابون الموعين بحط سابون سايل على كلور أو الخلطة اللي احنا عملناها مع بعض الفيديو اللي فات أول لقبليه طبعا يعني موفرة جدا جدا نرجعه كده للفيديوهات اللي فاتت بإذن الله تعجبكم وبخسل بيه كده تعقيم ونظافة توفير بجد رحة نظافة كده وبيخلص كده يعني بيسهل عليك تنظيف الضهون مش بتعودي فترة أنت تنظفي في الضهون وتخسلي لا يعني غسلة سريعة كده وبتلاقي كل حاجة معاك بقت نظيفة وزي الفل تعالوا بقى كده أقول لكم يعني على الحاجة اللي أنا مشي عليها والله مالك الحمد أسعفتني وأنجزتني وخلتني كده مليانة نشاط وطاقة بإذن الله كده أفتكم بيها عايز أقول لكم كده أن هي صنة عن سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام قبل ما تناموا كده وانتوا على السرير كده يعني خلاص هتناموا تسبحوا ربنا 33 مرة وتحمدوا 33 مرة وتكبروا 34 مرة يعني عملوا كده قبل ما تناموا وناموا كده بعديها وقوموا بقى الصبح وشوفوا النشاط والطاقة اللي جاي لكم طاقة كده يعني سبحانك يا رب يعني بور كده ونشاط قومي كده تلاقي نفسك عايزة تعملي شغل بيتيك كله وتخلصيه طبعا صنع للنبي عليه أفضل الصلاة والسلام أن أنت تعملي كده قبل ما تنام تقومي كده بجده عن تجربة وأنا مشيت على الموضوع ده واتبقالي فترة واللهم لك الحمد ولك الشكر بجد بقوموا بنجز كل حاجة ورايا وشايلة همها وحاسة اللي هي مش هتنضف وصعب علي عايزة أقول لكم أن وحدة الإدراج دي يعني بصوا مطلعة عيني تحت الرخامة والرخامة مش عريضة كده لبرة يعني الرخامة كل حاجة منها بتقع جوة الإدراج دي فطبعا أنا في الاستعمال اليومي بصت هلكت الإدراج وبهدلت بجد فأنا كل فترة لازم نضفها التنظيفة دي طبعا فضي كل حاجة في الإدراج وراها لكو دلوقتي الحاجات اللي أنا بستعملها وغسلتها كده زي ما أنتم شفتوا بالكلور والصابون وباسم الله ما شاء الله بقى زي الفل وبعد ما خلصت كده وحدة الإدراج طبعا همسح الأرض ومسحها حلوة كده بما أني بقى كل الحاجات اللي في الأرض دي المية والصابون وكل دويع في الأرض وهي بصراحة كتعايزة تتمسح مسح حلوة قولي رأيكم ايه بصوا بجد الوحدة اللي كانت تحت خالص دي كانت تحت الدرج ما كانش بيتخلع معايا أول مرة يتخلع كده بالصدفة فطبعا ندفت معايا وبقيت بسم الله ما شاء الله عايزة أقول لكم يعني فل لك كده الله مالك الحمد طبعا نحمد ربنا ونشكره على نعمة الصحة نحنا بنقوم نعمد شغل بيتنا ونعمد كل اللي ورانا من غير ما نحتاج لحد ربنا ما يحببوش لحد أبدا يا رب ولا يخليكم كده تستنوا حاجة من حد ربنا يديكم الصحة والعافية هنا بقى كنت غسل الدرج وهو راكب فخلعته كده ومسحته وشطفته شطفة حلوة كده زي ما انتم شايفين ونشفته وهركبه بقى وبس بعد كده بقى هنا بقول لكم بصوا المكان ده كان قسود كده طين والله العظيم تحت الدرج وانا كل ده ما كنتش شايفه بصراحة انا الوحدة دي كنت غسلها بالليل قبل منام تمام انا هقول لكم انا بقى استعمل ازاي الشغل او التنظيف دي انا غسلتها بالليل قبل منام طبعا كان يوم طويل وفي اكل وفي غدا وفي بقى موعين وفي غسل بيتو جاز وفي حاجات كتير طبعا في اليوم ده وكمان كنت عندي بشوار الصبح فجيت كده الاخر النهار غسلت الوحدة دي زي ما قلت لكم كده وبقت نظيفة فضيت بقى كل الحلال والحاجات اللي فيها اللي انا بستعملها قلت برضو همسكهم اغسلهم غسلة حلوة هنا بقول لكم كسين الكلور دول بخمسة جنيه بصوا ما استغناش عنهم ابدا ابدا في طنظيفات المطبخ باذن الله جيبوا الكلور كده وجيبوا سايب كده هو مش غالي يعني الكسين بخمسة جنيه وجيبوا كده كله صابون وهتعملوا بيه كل طنظيفات المطبخ من غير بقى منظفات غالية ولا اي حاجة همسك بقى الحلال كلها زي ما انتو شايفين كده معايا والغطيان وكل حاجة بصوا انا بستعملها استعمال يومي بحطها في الادراك دي بصراحة مسهلة علي مش بحط ايدي خالص في المطبخ من فوق غير قليل جدا جدا فطبعا الدنيا من فوق نظيفة الوحدات اللي من فوق نظيفة هي بقى الادراك دي بصراحة اللي تهلكت معايا بقى في الاستعمال بس بمسكها كده زي ما انتو شفتوا معايا كل فترة بيغسلها غسلة حلوة كده عميقة وبعيد عليها كده بصراحة مرتين وبشطفها بس مش بندلق جوها مية بلفوتها كده وبمسحها زي ما انتو شفتوا كده معايا طبعا لو وصلتوا معايا لحد هنا نصلى على النبي عليها افضل الصلاة والسلام يعني بجد صلاة على النبي كده يعني فيها بركة وفيها خير بصوا هنا بقى لقيت الاسباتيولة دي مرمية في الحلة هم يعني قسرينها كده وخبيرها جوها لحلة زي ما انتو شفتوا بقى كده معايا همسك بقى الحلة للسلس كلها طبعا ما استغناش عنها في الاستعمال من ساعة ما جبتها ازا كنت بعمل فيها الطبيق بصراحة او سلق فريخ او لحمة اي حاجة صراحة فيها يعني سلق او طبيق او كده بعملها في الحلة للسلس دي لسلق عصفور مكرم حمار حاجات زي كده فطبعا يعني على طول مستعملها فمسكتها بقى كده غسلتها زي ما انتم شفتوا وكمان عندي صانية صانية كبيرة استلس اللي هي بتاعة الاكل بتاعة العاشة دي مش بستعملها خالص برضو همسكها كده غسلها معاك وغسلة حلوة هزاكم بقى كده تقوم وتتشجعوا معايا وطبعا اي حد كسلين مش عارف كده يقوم يعمل الوراء يعني انت بتيبقى غزبا عنك بيعنديك مسؤولية عليك طبعا انا عارفة ومجربة كل دوت وكمان خصوصا لو في اطفال صغيرين عايز اقول لكم هي اطفال يعني صغيرين او كبار هي مش فرقة هم يعني كلهم حصل بعض انا مش عارفة يعني انا عندي كبير زي الزغيرة العقلية صغيرة كده وعلى طول بصوا يعني متعبين بصراحة ربنا يهديهم يا رب وينجيهم من كل شر اللهم امين يا رب العالمين وطبعا عايز اقول لكم كده ربنا يفرح قلوبكم وينجح اولادكم وكل صنواتو طيبين وبخير طبعا بقى مسكت كده الحياة كلها غسلتها زي ما انتو شايفين احطها بقى كده تتصفى بس هيخسر الصنوية الاول وهصفيهم كده عشان اشيلهم في الادراك تايم زي ما انتو شايفين كده معي بصوا يعني الكلور بصراحة عمتا بيلمع الليستلس وبينظفه طنظيفة حلوة او بتجيلوها معا حلوة او فطبعا الناس اللي بتقول لي الكلور غلط انو يتخطي على الموعين انا بشتو في الحل عايز اقول لكم ولا ثلاث مرات يعني مبقاش فيها صابون ولا رغب ولا اي حاجة الحمدلله وصلت كمان للغطين كل حاجة في الادراك غسلتها كده وكل حاجة اللي انا بستعملها زي ما انا قلتلكم وهجيب بقى بصراحة الصنوية بتاعتي كده بصوا مليانة دهون عايز اقول لكم ان انا مش بستعملها خالص ملكونة كده في المطبخ اه فانا قلت بعد المخسلة حتى لما مش تستعملها بصراحة هشيلها يعني اطلعها من المطبخ لان انا مش بستعملها وتبقى مليانة دهون كده زي ما انتم شايفين او عايزة بصراحة ان انا عاود ولادي وعاود نفسي كده ان احنا ناكل عليها تشيل برضو شوية كده اه بهدلت الاكل وكده على الفرشة زي ما انتم شايفين كده اه بسم الله مشاء الله بجد الكلور بصوا كانت مليانة دهون حاسة اللي هي مش هتنضف والسلكة اللي استلس بقى ومسكتها كده غسلتها بصراحة غسلة قوية كده عايز اقول لكم اخذت معايا كده بتاع خمس دقيق بس ندفت وبقى زي الفل بسم الله ما شاء الله قولولي بقى كده انتم بتستعملوا برضو الكلور في تنضيفات المطبخ اه ولا ايه كمان الكلور انا بستخدمه ما جمسح السراميك بصراحة بيخلي كده السراميك معقم كده وبيلمع وانضيف زي الفل بسم الله ما شاء الله اللهم مبارك بجد كده جربوه في التنضيفات اللي هي من طبع يعني لو انتم مش عايزين تجربوه في التنضيفات اللي هي الحلال واللباء عشان بتاكلوا فيها جربوه بقى في التنضيفات دي غسيل مثلا الصينية زي كده مش تغير فيها اكل طبعا غسيل السراميك او الارضيات بإذن الله هي يعني هتشوف انت بعينك كده النضيفة وكمان اخسروا بيه حطوه كده على الصابون واخسروا بيه وحدات المطبخ اكوى من اي منظف ولا اي مزيل دهون ولا الكلام من ده بصوا كان الصينية عايز اقول لك عليها كمية دهون او لو في اي حاجة لزق بالسكينة كده وعلى طول بمشيها كده وما فيش اي حاجة بقى تفل بسم الله ما شاء الله هشتفها بقى كده شطفة حلوة زي ما انتم شايفين واصفي عليها بقى الموعين بتاعتي بصوا اللمعة نطفت والله العظيم ما خليتش معي خمس دقايق بعد ما كانت مليانة بكمية دهون مش عايز اقول لكم جبت بقى بقيت الحلل بتاعتي وغسلتها كمان وهشطفها بقى كده عشان احطها الصينية واصفيها طبعا روتين تشجيعي بقى كده للناس الكسلانة قمي بقى وتحدي الكسل وعملي طبعا زي ما انا قلتلك سباحي كده وحمدي وكبري قبل ما تنامي والله العظيم هتحس الفرق جامد جدا والحلل السلس الكتورة دي دي طبعا يعني طاقم بتاعي القديم اللي انا كنت نتجاوزها به ودي الحلال بقى اللي انا ايه يعني معايا بقى لها سنتين كده يعني استعمال يومي هنا بقى خلاص كنت خلصت الموعين وكان في شوية موعين كمان خلصتهم كده مع نفسي عشان ما طولش عليكم الفيديو ومسكت بقى الحود اللحظة يعني احب لحظة للستات البيوت الشطرين اما الحود بقى ينضف كده عايز اقول لكم كنا عاملين هنا اسمان طبيض على الحود بصوا مضيقني كده برضو مهما نضف الحود عايز اجيب بقى كده سكينة واشيل الزوايد دي اه في مرة بقى كده لوحدها كده ما يكون بقى اعمل مسلا الاكل ولا حاجة ووقفها في المطبخ اما يكون عندك تنظيفات عميقة ما تكوميش عليك الشغل كله كده مرة واحدة علشان بجدها تتعبي وهتيجي كده تاني يوم فاصلة مش هتقدر تعملي اي حاجة فانتي قسمي عليك الشغل زي ما انا قلت لكم كده اول حاجة مسكتها وحدة المطبخ عملتها كده بالليل وخلصت منها وتاني يوم قمت كملت يعني محدش بيجري ورون اهم حاجة اما تعملي الحاجة تعمليها كده ضمير والتنظيفة بتاعتها تكونها عميقة كده وكوية يعني تقعد معاك فترة نظيفة اليوم ده بقى عملت في ايه جبت رنجة كده زي ما انتم شايفين كيلو رنجة قلت بقى مش هطبخ ولا بقى هدل الحلل بقى النهاردة والحمد لله يعني خلي الدنيا نظيفة بحطتهم كده في الفرن تحت الشوية بيتفتحوا كده زي ما انتم شايفين وبشيل الرنجة كده بحطها بقى في الطبق ونعصر عليها لمون بقى مع البصل كده واحلى غدا وبصراحة يعني بتأكل جامد جدا بالعيش احسن بالطبيق والرز وحاجات كسير جدا بتاكليها كده بتعملك دبكة كده في الموعين وغلى بقى وبشيل بقى كده التنظيف زي ما انتم شايفين كده بتاعي الرنجة الشوك والكلام ده كله والراس وبرميها كده على طول في الكيس اللي انا شاريها فيه وباخد زي ما انتم شايفين كده باخليها كده من الشوك طبعا عشان الولاد بجد بجد يعني انا بحب بلما جا نظف تنظيفة قوية حتى جيب اكل جاهز من برا ما اعملش بقى غلبة وكده في المطبخ وبعد يبقى بخلص على طول بعد الغداء بمسك الموعين دي كلها كده اللي انا استعملتها وعلى طول كده غسيل واشطفها كده ويخسر الحوت بتبقى الدنيا زي الفل الحمد لله هنا بقول لكم هنا بقى في لحمة كده بتبقى لزقة كده في الرنجية تشيديها بقى كده وقعد تفصصهم كده كلهم مع نفسي زي ما انتم شايفين كده معي والتنظيفات بقى بتاعت العيد بجد بجد بتبقى متعبة وبتبقى طبعا بعد فترة كده بتبقى سايبة الحجم كركبة وبهدلة فبتبقى عايزة لها تنظيفة حلوة مش مستهلة ان احنا كمان نوعب بقى نطبخ واليوم ده بزات نهلك نفسنا طبعا احنا طول الاسبوع بنعمل اكل ويعني وشغل كتير علينا زي ما انتم شايفين بقى كده معي بسم الله مشاء الله هنا بقى كتأختي جايلي بقى ورسمالي حنة وغيرلك الموت بتاعك انت في الاجازة مش عارف ايه المهم هي تلعت كده بقى لما جيت غسل للتلاجة كل حاجة تلعت مسك تبار فوفي التلاجة زي ما انتم شايفين كده برضو بكلور وصابون عايز اقول لكم مش باستغنى عنهم في التنظيف والله العظيم بجد جربوا كلور على صابون وعلى مية كده ولا عايز تحطي خلي اللي حطي برضو بيلمع كده بيدي لمعين ونظافها وتعقيم بس الكلور عمتا هو بيعقم وبينظف هي عايز اقول لكم التلاجة كات من بهدلة اخر بهدلة يعني مسكتها كده في يوم برضا الوحدة غسلتها انا هنا بشجعي بقولك على الافكار اللي انت هتعمل لها الحاجات المهمة اللي انت تبدأي بيها بإذن الله لو عنديك بقى ضرفة المطبخ زمان تشوفتي كده معي مبهدلة طبعا تبدأي بيها وتنظفيها وتخلاصي منها التلاجة مبهدلة طبعا التلاجة من الاولويات برضو بتاعت التنظيف تمسكها بقى كده برضو تنظفيها تنظيفة حلوة وتشتفي الحاجة كده طبعا نربشت في الرفوف دي كلها بخسلها واشتفها واسيبها تتصفها بروح بقى على التلاجة بخسلها وانشفها بعد كده يكون الرفوف تصفت خلص من المية وبعدين بحطها يعني بجد بجد اعملوا كده بإذن الله هي هي نفس الخلطة اللي أنا عملت بها الرفوف عملت بها التلاجة هزيكم كده تتشجعوا وتقوموا كده تشوفوا اللي وراكوا وتشوفوا شواء اللي بيتكم طبعا زي ما انت بتتعب كده في البيت وبالجهدي وبتعمل اللي وراك جوزك برضو بينزل شغله ويقوم كده الصبح بادري وينزل عشان يوفر لكم كده كل اللي انتو محتاجين فطبعا انا مش محتاجة اقول لكم الكلام دوت زي برضو ما هو بيتعف كده وينزل عشان يوفر لكم كل احتياجاتكم انت كمان وفري كده النظافة ووفري كده الروحة النفسية في البيت بجد نظافة المطبخ بيزود كده من الروحة النفسية ويخليك قاعدة يعني الحض نضيف الرخام نضيف الارضية المطبخ نضيفها اللي بتجزم على وش حاجة بيخليك قاعدة كده في هم كبير جدا متشل من على قلبك طبعا اولوياتنا اول ما بنسحب نتوضى ونصلي ونشغل الكرآن بصوا يعني عايز اقول لكم دي اول حاجة بعملها شغل الكرآن كده على صورة البكرة بمسك بقى التلاجة كده بنضيفها زي ما انتو شايفين كده وبمسحها مسحة حلوة وبسم الله ما شاء الله بقى بصوا بقيت فل بتلمع كده هو بتخله بالكلور والصابون بس وهنا في الفتحات بقى بتاعت الفريزر دي بقى جيب سكينة رفيعة كده وبمسح بقى اي بواقي بصوا الردة بتاعت العيش او اي حاجة بمسحها كده زي ما انتو شايفين معي عايزكم بقى كده تتقووا كده وتقووا نفسكم بنفسكم محدش بيقو حد ومحدش بيدي صحيته والحد كل واحد يعني كفاية عليه شلته وكفاية عليه الحاجات اللي وراه بجد اليوم ما بقاش فيه بركة خالص يعني انتو بيبصوا يعني لو سيحتو الظهر ويدوف فطرت وعملتو الغد يكون كده اليوم طار وما فيش طبعا بركة في اليوم خالص فطبعا الصحيان بدري يعني حتى لو انت مش قادرة وهتريح ليك ساعة بالنهار بس هتكوني خلصتي شغل بيتك وخلصتي يعني بصوا مجهود وحاجات كتير جدا بتبقى يعني عبقى عليك كده وحاسة ان انت مش مرتاح وطبعا ما عمسكت بقى التلاجة كده بصوا وبقت فل هرجع بقى الرفوف كده وخلص كده التلاجة خلصتها وهنا بقى كنت جهزت الرنجة كده زي ما انتم شايفين وحطيتها في طبق كده صارنا عليها اللمون ولو في شوك طبعا ولا اي حاجة بشيره كده برميه وهنعمل بقى بصلايا كده وفلفل طبعا جنب الرنجة وكمان كان عندنا كده جبنة قديمة عشان ما عنديش يعني حد من وردي كده ما بيكونش الرنجة دي خالص ولا بيدقها فعملنا كده طبق جبنة قديمة كده بالطماطم والخيار واحلى اكلة كده بتأكل بجد كده بسم الله ومشا الله وبص وايز اقول لكم ان احنا قمنا ما فيش رنجة في الطبع ده بقى كان يوم تاني كنت عاملها كده برضو حاجة حلوة كده زي ما انتوا شايفين رز بلبن مسلوق كده هو علي لبن وسكر وجبنا كده شريح موز ما نحب بقى ندلع كده نفسنا وندلع الولاد نعمل حاجة حلوة كده بتبقى ساعة كده نحطها في التلاجة الموز بجد على الرز بلبن حاجة خطيرة يعني جربوك كده هيعجبكم جدا جدا وهنا كنت محمرة كنافة زي ما انتوا شايفين كده هنا بقى كان جوزي بقى اللي بيحب يفنش كده الحاجات دي بسم الله ما شاء الله تلعت بجد لذيذة جدا وعجبت الولاد جدا وتغيير برضو وطبق مشبع كده يعني بدل العشاء تجي بقى بالليل كده زي ما انا لو عنديك شوية رز كده تعمليهم تطهي عليهم حتى شريح موز هتبقى حلوة جدا وحطينا بقى الكنافة كان عليها زي ما غصت الهند عايز اقول لكم الطبقة تكلو كده بسم الله ما شاء الله تشبهها على طول طبعا لو وصلتم معي لحد هنا بتحرمنيش بقى من اللايك بتاعكم الجميل كده واللي اشتراك في القناة تفعيل الجرس على الكل كان عندنا كمان بقى منجيتين كده من السفل اللي فات في الفريزر طلعنا واحدة كده وقطعناها وحطناها كده على وش الميكس بتاعنا ده كده الحلو بجد بعدما عملنا بقى حطناها في التلاجة يسقع وكل واحد خادله طبق يعني انتو عارفين بقى الجو حر كده وزهق فطبعا جميل جدا وبديل للعشة زي ما قلتلكم لرأيكم ايه بقى لو وصلتم معي كده للفيديو وتشجعتوا ولا لأ عايزة كومنتات حلوة كده محفزة عشان انا كمان اتشجع واعمل حاجات كتير تاني واصورها معاكم بإذن الله ونتشجعنا وانتو كده مع بعض وربنا يعين كل ست بيت شطرة كده قوية على شغل بيتها تقوم كده وتعمل كل اللي وراها ماستناش حاجة من حد وطلب العمون من ربنا كده ربنا يعينك ويقويك ويديك الصحة على قد كده يعني اللي انت فيه الشلة اللي انت فيها كده ربنا بجد يقويك ويعينك ست الكل طبعا انت ست شطرة وعسل وحلوة وجميلة بصوا لي لنفسك كده وما تبصيش لحد خالص ولا ده بيعمل ولا بصوا ما تخليش مقارنة بينك وبين اي حد لانك انت احسن من اي حد هسيبكم بقى كده في امان الله وما تنسونيش بقى في اللايكوات مع السلام